بها الفيديو راح اشرح لك كيف توصل حسابك في التداول على شركة اكسيننس مع وسيط التداول ميتا تريدر 5 الاشخاص اللي بيستعملوا واجهة التداول ميتا تريدر للتداول راح يقدروا يربطوا حساباتهم من خلال هذا الفيديو شرح توضيحي واضح جدا وقبل ما نبدأ بالفيديو اذا حاببت تحصل على توصيات مجانية عن طريق منصة اكسيننس الاسبوع الماضي عملنا نتائج جدا ممتازة رابط منصة اكسيننس راح تشوفها بالوصف راح تشوفها باول تعليق اسهل منصة بشوف انا تداول فوريكس ولتداول ايضا المعادل والاسهم اولا هذا الحساب ما فيه اي حسابات حقيقية جميع الاموال محطوطة بالمحفظة الرقمية راح اعمل حساب حقيقي امامكم وبعدها راح اربطه بالميتا تريدر راح نختار حساب ستندر بعد هنحط متابعة راح نختار لحد الاقصى الرافع المالية بتقدر تحطه انت الرافع المالية اللي بدك تختاره بدك واحد على عشرين واحد على خمسين اهم شيء الالتزام باللوت المناسب لحسابك خليني حط انا غير محدد حاليا اختار حساب حقيقي حط الحساب بالدولار الامريكي بعدها حط كلمة سر هاي الكلمة السر انا هي اللي راح ادخل فيها على الميتا تريدر يعني انا عن طريق رقم الحساب واسم الخادم وكلمة السر اللي راح ادخل انا على الحساب خليني حط كلمة سر بعدها ارجع لكم حطيت انا كلمة سر راح حط انشاء حساب الامر راح يستغرق دقائق بعدها بيقلي الحساب جاهز انا هلا حاليا بدي نزل متا تريدر اما بنزلهم الموقع الرسمي متا تريدر 5 او اذا نزلت لتحت منصة اكسينس راح لقي تحت انا عدة خيارات تطبيق الميتا تريدر هذا هو للويب للكمبيوتر وعنتي فيه تطبيق الميتا تريدر 5 للجوال طبعا بشوف انا الميتا تريدر 5 افضل من الفور خليني اختار انا للكمبيوتر طبعا شرح الجوال مشابه جدا لشرح الكمبيوتر يعني فقط تختار الخادم رقم الحساب كلمة السر تدخل بشكل مباشر خليني اختار تطبيق الميتا تريدر بعدها حط تحميل راح سبطه على الكمبيوتر بعدها منرجع منكمل الفيديو هذا هو التحميل حجمه 3 ميجا تقريبا خلينا نقول بسم الله ونحمله ونسبطه عنا على الجهاز وبعدها منشوف كيف راح نفتح اعداداته ومنشوف كيف راح نفعل الحساب طبعا تمت عملية تسبيط هاي فتحت عندي واجهت الميتا تريدر باختصار الاشخاص يلي ما بيعرف الميتا تريدر هي وسيط بين حسابك التداول وبين الاوامر يلي راح تنفزها يعني هو راح ياخد الامر من حسابك ويوصلها بسرعة كبيرة للبورصات العالمية انت الرصيد داخل حسابك المنصة مسؤولة عنه لكن الامر يلي بتنفزه الميتا تريدر هو المسؤول عن تنفيذ هالامر هذا واي خطأ او خلط بيصير بالميتا تريدر بالتأكيد في عندك السجل بتقدر انت تتواصل مع الشركة وتعوضك بحسب هالسجل نقدر نحن نغير لغة للغة العربية من تاني خاني اما بتختار لغة العربية او بتخليه على حاله خليني اختار اللغة العربية ورح يطلب مني اعادة تشغيل التطبيق هون عبي يطلب مني اختار الخادم مهم جدا تركز هون عبي يقول لي افتح حسابا تجريبين لتداول اموال افتراضية اذا انت ما عندك خبرة افضل انا انك تستعمل الخيار الاول هون عبي يقول لي افتح حساب حقيقي او الاتصال بحساب موجود عندك بالفعل رح اطل الاتصال بحساب موجود عندي بالفعل ورح اتوجه انا لإكسيننس محل ما عملت انا حسابي ورح احط معلومات الحساب رح اشوف شو هو الخادم انا يلي لازم اختاره الخادم انا MT5 RIL 3 ركزها هي الخادم هذا هو الخادم الرئيسي يلي رح اختاره انا بعدها رح احط انا الاتصال بحساب موجود RIL 3 رح ادور عليها بعدها ضيفة عندي هاي هي MT5 RIL 3 هوني مطلوب مني حط انا رقم الحساب هوني مطلوب مني حط كلمة السر كلمة السر يلي قلتلك انت رح تستخدمها اسناء تسجيل دخول هذا هو رقم الحساب رح اطله نسخ ورح اتوجه ل MT5 حط هوني لسق هذا هو رقم الحساب كلمة السر هوني رح حط كلمة السر يلي حطيت انا اسناء انشاء الحساب عملية سريعة وسهلة رح حط اتصال وهيك دخل لحساب التداول طبعا الرصيد صفر خليني انا حول الرصيد حول 2000 دولار من محفظتي الرقمية وحطة بهالحساب ورح نشوف كيف رح يتغير رصيد على MT5 نقلت انا الرصيد لحسابي الجديد الحساب يلي ربطته انا وشوف انا ظهر عندي 2047 اذا هيك الحساب انا جاهز عندي للتداول رح سكر هاي النوافذ رح افتح نوافذ جديدة طبعا المفضلة عندك بحاجة لتنظيم هدول كلهم ما رح تستعملون رح تدخل العرض ورح تختار الرموز هاي الرموز انت هي اللي بتقدر تداول عليها الرموز اللي بتهمك انت بتقدر تضيفها بتضيف الدهب عندك بتضيف النفط الداو جونز اليورو البيتكوين كل هالأمور هاي بتضيفها هاي اليورو مثلا عندك اذا بدك تحط ازهار بتحط ازهار رح تطلع عندك اخر وحدة اي رمز انت بتحتاجه مثلا رح ضيف انا الباوند دولار رح ضيف انا البيتكوين راح ادخل على الاسهم راح اضيف الاسهم المهتم فيها اي رمز بتحط له اظهار راح يظهر عندك واي رمز بتحط له اخفاء راح يختفي عندك من المفضلة بعد ما تنظم المفضلة انت راح تحط الرسم البياني بعد ما تحط الرسم البياني راح تزبط الوان الشارت وهذه اللي بنصح فيه انا راح تدخل على خصائص بتختار الالوان منهم بهالشكل هذا بتختار الالوان بتناسبك وانا بفضل تكون الشموع احمر واخضر بهالشكل الافتراضي وهيك اصبح الامتي فايف جاهز للتداول نيو اردر من فوق بتختار انت اللوت المناسب اما تنفيذ السوق او امر معلق انت بتختاره ورح تحدد اللوت المناسب لحسابك اللوت المناسب للالفين وخمسين دولار يلي معي انا بفضل تكون اول دخول صفر فاصلة صفر خمسة تاني دخول صفر فاصلة صفر خمسة هذا هو اللوت المناسب ومجرد ما حط شراء او بيع رح تتنفذ صفقة بشكل تلقائي اذا هاي كل فكرة اصدقاء رابط حساب الاكسيننس مع الميتا تريدر فايف اذا حابب تحصل على توصية مجانية عن طريق منصة اكسيننس بتقدر تسجل عن طريق رابط احالتنا بالوصف وباول تعليق تدخل بشكل مجاني مجموعة التوصيات